بعض المواقع بتكتب إنه ليلة السادس والعشرين من رجب وبعض المواقع بتكتب إنه ليلة السابع والعشرين من رجب متى يكون أو تكون ليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة الإسراء والمعراج الذي عليه غالب والجماهير من المؤرخين ومن المحدثين إنها يوم سبعة وعشرين رمضان يبقى ستة وعشرين بالليل يعني هي حاجة تجمع ما بين ستة وعشرين وسبعة وعشرين يعني ليلة السابع والعشرين اللي هي ليلة السادس والعشرين يبقى نهر سبع وعشرين يعني إذا أمس يوم ستة وعشرين وجاءت ليلة سبع وعشرين يبقى هذه ليلة الإسراء والمعراج على كل حال الذي أطبق عليه المؤرخون وأهل السير أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب وأنه كان في مكة قبل الهجرة وأنه كان في العام الذي توفي فيه أبو طالب والذي توفيت فيه السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى وأطبق أهل السير وأهل التواريخ أن الصلاة فرضت في هذا الحدث الأعظم وأنه كان معجزة كبرى وكان آية عظمى وأنها جاءت لإكرامه عليه الصلاة وسلام بفتوحات إلهية عليا فده مجمل قضية الإسراء والمعراج يبدو أنه عندك تفاصيل لا والله حيالنا التفاصيل بس تحضرها من لقاءنا العام الماضي حينما تفضلت فضلتك برواية الإسراء والمعراج في هذه اللحظة سأصمت ونستحضر معا هذه السيرة الجميلة وهذه المعجزة العظيمة